خطوة غير مسبوقة اتفق عليها وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع لمواجهة مسببات التلوث بعد محادثات استمرت اليومين في مدينة سابورو اليابانية بيانوا وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى أعلنوا إنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم في أقل من عقدين مع طموح خفض أي تلوث إضافي إلى الصفر بحلول عام 2040 لتصبح المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع مواد رسميا وفي مؤشر إلى مفاوضاتها الصعبة لم تتمكن المجموعة من التواصل إلى مواد محدد للتخلي عن الفحم في توليد الكهرباء بينما اقترح بريطانيا تدعمها فرنسا مهلة تنتهي في 2030 وسعى نادي الدول الصناعية الكبرى إلى إظهار وحدة وإرادة لمواجهة تغيرات المناخ بعد التقرير الأخير المثير للقلق للمجموعة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي نشر في مارس وقال التقرير أن حرارة الأرض سترتفع درجة ونصفة ما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة أعتبارا من 2030 وحتى 2035 بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشرية وهذا يعرض للخطر هدف اتفاقية باريس الموقع في 2015 للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا المستوى أو على الأقل أدنى من درجتين مئويتين ترجمة نانسي قنقر